كما تشيد قصور البشر تشيد قصور النحل هكذا يرى يانس ابن مدينة العمريا بولاية المدية مملكة للنحل شهيدت في مزرعة تجعل الزائرة يرحل بمخيلته إلى قصص ألف ليلة وليلة كما تشيد قصور البشر تشيد قصور النحل لأنه آية من آية الله سبحانه وتعالى لأن هذا الحصرة المباركة هي تعطينا مادة فيها شفاء للناس وبالتالي نعطيها شكل على شكل صندوق على شكل تحفة فنية أو على شكل قصر الفلين والكلخة مادتان استعملهما يانس لتشيد تحف فنية لقصور النحل تصر الناظرين تحف هذه مأخوضة إحنا كانوا جدادنا يخدموا النحل عن طريق تقليدي إحنا طورناها تقليدي كلاسيكي بالتالي كانوا يخدموا بالنسبة للفلين ويخدموا ثاني من الكلخة بالتالي إحنا عودنا طورناهم درناهم على شكل تحفة فنية يعني على شكل تحفة فنية وعندها فوائد كبيرة وهي بالنسبة للجودة على العسل لأن العسل في الفلين وفي العسل يكون عنده جودة عالية بالنسبة لأنه راجع للمادة ليكون مخدوم منها الخروج عن كل ما هو تقليدي لم يتوقف عند تشيد القصور وإنما وصل إبداع هذا الشاب إلى اقتباس طريقة من بعض المصريين القدامى وهي الخلية ذات الملكتين والتي تعد الأولى من نوعها في بلادنا بالنسبة للخلية هذه عندها قدش من فائدة وهي الفائدة الأولى يعني وهي الإنتاج يعني كدما تكون لا فرصة على الحل تكون عندك الإنتاج كثير ومأخوضها من قدامى الزمان المصريين كانوا يخدموها يعني كانوا يستعملوا هذه العبيريش وهي بما يعادل يعني تقريباً نقولوا عندك خلية هكذا يعني تقدر معاوضها بعصر سنديق يعني بمعنى هذه الإنتاج ستح يحاول حتى تجيب حتى للقمطار يعني بالنسبة للمنتوج يانس شاب من شباب مدينة المدية أبى إلا أن يجسد أفكاره على أرض الواقع في وقت يقبع كثير ممن هم في سنه خلف شاشات الأنترنت والغوص في المزرعة السعيدة الافتراضية فماذا لوحذ هؤلاء حذوه وحولوا مزارعهم الافتراضية إلى واقع معاش ترجمة نانسي قنقر